تصريح لابن البرلماني المتورط الرئيسي في ملف تكتوكر خديجة بن ملال يقلب الموازين ووكيل مالك بمحكمة المحكمة الابتدائية بابن سليمان يصدم مشغلة الخادمة كنزة برفضه لهذا الملتمس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخوات المغاربة الأحرار في المكنتو داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ هذه البلاد من كل شر إذن مناصر ومناصرات الحق أينما كنتم فرسان وفارسات العدالة مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذا الفيديو الجديد الذي فيه غدين سلطوا الضوء إخواني أخواتي على جوجة الملفات في إطار مواكبتنا لهذا الملفين ملف التكتوكر خديجة ابن ملال وأيضا ملف الخادمة كنزة ففي ملف التكتوكر خديجة ابن ملال إخواني أخواتي سلطوا الضوء على نقطتين مهمتين النقطة الأولى كتعلق بتصريح يحسب على ابن البرلمان المتورط والمتهم الرئيسي في هذا الملف تصريح لقلب الموازين ووجه من خلاله بوصلة الاتهام لوالدة التيكتوكر خديجة ابن ملال وأيضا النقطة الثانية فقد نطرقه إلى معلومات بخصوص الوضع الصحي للمتورط الرئيسي الكائن بالسجل المحلي ميزان الحرارة بمدينة ابن ملال فقد نسلطوا الضوء إخواني أخواتي على هذه النقطتين في إطار مواكبنا لهذا الملف وبالنسبة لملف الخادمة كنزة فقد نسلطوا الضوء إخواني أخواتي على الجلسة التي مرت اليوم ومنذ ساعات قليلة بالمحكمة بمدينة بن سليمان هذه الجلسة إخواني أخواتي والذهرات فيها مستجدات جديدة ومستجد مهم خصوصا المستجد الذي يتعلق بملتمس وضعاته مشغلة الخادمة عن طريق الخادمة كنزة عن طريق محاميها هذا الملتمس لتم رفضه من طرف وكيل الملك فإخواني أخواتي وقبل ما أننا نغوص في تفاصيل هذا الفيديو وتفاصيل هذه المستجدات فأجدد شكري لكم مساندي ومساندات الحق أينما كنتم فرسان وفارسات العدالة في هذه البلاد فتحية لكم من القلب إلى القلب فإخواني أخواتي مستجدات جديدة كيفما قلت في قضية التيكتوكر خديجة والنقطة الأولى سنبدأ بها مباشرة والتي تتعلق بتصريح يحسب لابن المتورط والمتهم الرئيسي فهذا الملف وهو البرلماني شريبي المتابع على خلفية وفاة التيكتوكر خديجة بفيلة تعود لملكيته نواحي مدينة بن ملال فمعلومات تفيد بأن تصريح الإبن اتهم فيه وحمل فيه مسؤولية الوضع اللي وصلت له الأسرة دياله وأسرته للأب دياله هو شريبي والوالدة دياله اللي هي زوجة شريبي المطلقة فتقول بأنه بحسب هذا الأنباء والمعلومات بأن هذا السيدة اللي هي والدة التيكتوكر أنها كانت لها علاقة وكان لها يد يعني كبير كبيرة في وصول الوالدين دياله إلى مرحلة الطلاق بمعنى أن الأب دياله كان يعرف والدة خديجة يعني منذ مدة ومنذ سنين وكان على معرفة بها معرفة وطيدة بحسب هذا الأنباء إخواني أخواتي وأنها يعني كانت سبب هي السبب تفركيت يعني هذه العيشة والأسرة ديال الشريبي وأن يعني هذه العلاقة دياله دياله مع الإبنة هي نتيجة ديال العلاقة اللي كانت مبينه ومبين الأم ديال الإبنة اللي هي والدة التيكتوكر خديجة فهذه المعلومات إخواني أخواتي بحسب الأنباء هي ليست نتائج ديال تحقيقات أو لا شيء من هذا القبيل قد تصادف التحقيقات نتائج بحل ما يتشكل لكن هذه معلومات مرتبطة بالتصريحات اللي كتدل بها يعني تدلي بها الأصوات وتدلي بها كل الجهات المقربة سواء الأصدقاء ديال الخديجة أو المقربين من عائلة شريبي للرأي العام وللصحفيين وللمنابر فمعلومات إخواني أخواتي اللي كتبي لنا أقول لك يحاول يعني الإبن المتورد الرئيسي بشكل من الأشكال أنه يعطينا واحد التفسير لوجود علاقة بحل ما هذا الشكل كتجمع شخص كان مسؤولا كان يتحمل مسؤوليات مع فتيات من هذا اللاج وتقول بهذا الشكل وبهذا الطريقة الغير مباشرة يحاول القول بأنه هو وريطة هذه العلاقة نتيجة علاقاته القديمة مع مجموعة أعزكم الله ديال الوسيطات ديال الضعارة وهذا المجال أي بمعنى أنه وريطة يعني هذه العلاقات نتيجة يعني علاقاته الضاربة في القدم في هذا الميدان ومع النساء اللي يقوموا بالوساطات وبالتالي يحاول الإبن أن يفسر يعني وجود علاقات لرجلين كهل مع شابات يعني مازال صغار في السن في مظهرين اللي يخلى العديد أنه يطرح مجموعة ديال التساؤلات ناهيك على السلوكات الشادة التي مورست في هذه الفيلا وإلى جانب هذا الأمر إخواني أخواتي فمعلومات أخرى تفيد بأن المعنى بالأمر كيتلقى يعني عناية خاصة بسبب يعني الأمراض المزمينة اللي كيعاني منها وأنه يعني في العمر دياله 85 سنة يعني تجاوزت 80 سنة والوضع الصحي يحتم يعني أخذ هذه المقاربة الصحية داخل السجل المحلي بمدينة بن ملال وأن المعلومات تفيد بأنه يحظى كباقي يعني السجنة اللي عندهم أمراض مزمنة بحث الرعاية الصحية من أجل يعني أنه يحظى بنفس الأمور اللي كيخول القانون الجميع المسجونين الذين يعانون من يعني أمراض مزمنة في انتظار موتولو مرة أخرى أمام وكيل مالك بالمحكمة ولا بغرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمدينة بن ملال ولمشيوا إخواني أخواتي إلى الموضوع الثاني والمتعلق بقضية الخادمة كنزة فقد نمشيوا مباشرة إخواني أخواتي إلى ما وقع اليوم يعني في الجلسة الأولى إن صح التعبير لأننا نعتبرها الجلسة الأولى وللمواجهات يعني الحقيقية بدأت أمام وكيل الملك بين كل الأطراف فالمعلومات تفيد معلومات رسمية المؤكدة إخواني أخواتي فمشغلة الخادمة كنزة يعني عن طريق مؤاظرها المحامي ووضعوا أحد الملتمس دي المتابعة رهنا يعني إطلاق صراح لكن وكيل الملك رفض هذا الطلب وأكيد رفض هذا الطلب بناء على تقييم دياله للحالة التي تعرضت لها يعني الخادمة بعيدا كل بعد على الضمانات لأنه ما كيتمش يعني قبول بحلمة الملتمسات إلا لما كانت هناك ضمانات وحتى إن وجدت هالضمانات إلا كانت حجم الجريمة لا يتيح قانونيا أن يمتع وكيل المالك أو لقادي التحقيق شيء شخص بالمتابعة في ظل إطلاق صراح فلن يمتعه بذلك وهذا الشيء اللي يوقع في قضيتنا هذه سنعود إخواني أخواتي التحليل كل هذا المستجدد إلى هذه الجلسة في قادم المواعيد إن شاء الله بحول الله لكن تبقى هذا مستجد مهم وملف ديالكنزة راكح رس تقدمه أكيد غدا تتحقق فيه العدالة في انتظار يعني قابول كل الملتمسات لوضع محامي الخادمة كنزة إلى هنا جيت الختام إخواني أخواتي ديال هذا اللقاء كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى